أصغر جهاز ذكي في العالم من زيمي سمارت لحساب استهلاك الكهرباء كامل في المنزل ركب على القاطع الرئيسي شغل الجهاز وحسب استهلاكك كامل على الهاتف الجوال السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم عنا مراجعة للميني انرجي ميتر من زيمي سمارت متوفر منه بإصدار الواي فاي وكمان بإصدار الزيك بي إصدار الزيك بي متوافق مع تويا والهوم أسيستنت ورح نجرب إضافته على الهوم أسيستنت في هذا الفيديو الجهاز يعتبر الأصغر في العالم في الحجم لو قارنناه مع الشيلي اي ام رح نلاحظ الفرق الكبير في الحجم وطول هذا الجهاز لا يتعدى الخمسة سانتي يمكن تركيبه على قواطع لغاية تلاتة وستين أمبير بإمكاننا طبعا نركب هذا الجهاز على القاطع الرئيسي أو على أي من القواطع الفرعية وإمكاننا نختبر كل جهاز على حدة من خلال هذا الجهاز رح أجرب أختبر المكيف الآن من خلال هذا الجهاز رح أفك العلبة الموجودة تحت المكيف الآن موجودة عندنا فيها ثلاث أسلاك فقط الأزرق اللي هو البارد والأحمر هو الحامي والأصفر هو الأرضي رح أفك الكلمن الموجودة على الخط الأحمر والبني عشان أركب الجهاز على هذا الخط التيار لازم يمر بنفس الاتجاه المكتوب فيه كلمة زمي سمارت يعني بهذا الاتجاه رح نركبه على السلك البني واللي هو متجه مباشر على المكيف رح نركب الكلمن الثلاثية الآن بدلت الكلمن بكلمن ثلاثية رح أركبها الآن مكانها ورح نركب الخط الأحمر معهم واللي هو خط الكهرباء الرئيسي ورح يظل علينا نزود جهاز نفسه بالتيار الكهربائي رح نركب الخط الأحمر اللي على الجهاز مع الخط الأحمر اللي بزود المكيف بالكهرباء رح أبدل الكلمني الموجود على الخط البارد إلى ثلاثية عشان أستطيع أخذ منها خط بارد إلى الجهاز والآن خليني أرتب هاي الأسلاك مكانها وكما هو ظاهر أمامنا الجهاز ما أخذ مساحة كبيرة داخل العلبة والآن رح أدخل على الجهاز من خلال تطبيق تويا ورح أشغل المكيف ونشوف استهلاك هذا المكيف كيف رح يظهر معنا على هذا الجهاز وعلى الواجهة الرئيسية في التطبيق بيظهر عنا الاستهلاك بالكيلو وات في الساعة والأمبير والفولت والاستهلاك خلال ساعة معينة وتوتل الاستهلاك من آخر مرة تم تصفير الجهاز فيها بالإضافة إلى رسومات بيانية للاستهلاك ساعة بساعة والآن رح أسرع هذا الفيديو مئة مرة عشان تشوفوا الاستهلاك بأسرع وقت ممكن والآن رح نضيف هذا الجهاز على الهوم أسستنت عن طريق الزيك بيتو أم كيو تي تي لا يمكن إضافة هذا الجهاز على الهوم أسستنت من خلال الزيك بيتو أم كيو تي تي مباشرة رح ندخل على الزيك بيتو أم كيو تي تي ورح نضغط على البرمت جوين لتفعيل وضع الإضافة ثواني معدودة ورح يتم إضافة الجهاز على الهوم أسستنت رح أغير اسم الجهاز إلى زيمي سمارت باور ميتر رح نروح الآن على سيتنغ وبعدها على ديفايسز ومن ثم على الام كيو تي تي بروكر وفيه عندنا ثري إنتيتي رح نفعلهم الآن والآن الجهاز جاهز للاستخدام على الهوم أسستنت وبظهر عندنا على الهوم أسستنت الاستهلاك بالأمبير بالوط والفولت وتوتل الاستهلاك من آخر مرة تم تصفير هذا الجهاز فيها خليني أضيف هذا الجهاز على الداشبورد ونجربه مع المكيف مرة أخرى والآن رح أشغل المكيف ورح أسرع الفيديو خمسين ضعف عشان نشوف الاستهلاك بأسرع وقت ممكن كما هو ظاهر أمامنا الجهاز يعمل بكفاءة ممتازة على الهوم أسستنت إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه لايك وسبسكرايب سلام عليكم